موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعي قناة المصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس هدفنا من البرنامج هو توعية صحية وتعريف الناس بالعلامات والعراض التي تظهر عليهم للوصول إلى التشخيص الصحيح والوقاية من الكثير من الأمراض وتجنب الكثير من الممارسات والعادات الغير صحيحة والسلبية التي تؤدي إلى ضرر بالمريض تؤدي إلى مضاعفات المرض موضوع بالبداية طبعا دائما ندعو زملائنا أطباء راغبين بالمشاركة أطباء طبيبات أبواب البرنامج مفتوحة للجميع ياريت نتعاون لتقديم حلقة كل طبيب حسب الاختصاص اللي هو مختص به وحسب الموضوع اللي يرتقي ويشوفه أنه هو مفيد للناس كل المواضيع مهمة ولكن حسب ما يختار الطبيب الزميل أو الزميلة موضوعنا لهذا اليوم خاص بشهر أكتوبر وهو موضوع مهم جدا وتكثر الخزعبلات والعادات السيئة بالعلاج مالك ومتابعة الموضوع موضوعنا هو سرطان الثدي وكيفية الوقاية وبعض الأسباب التي ممكن تؤدي إلى المرض موضوع مهم جدا ونحن نشوف في مجتمعنا بحكم العادات والتقاليد اللي عندنا كثير من أخواتنا وأمهاتنا ما يتعاملون مع الموضوع بجدية وما يفحصون فحص دوري للثدي بصورة دورية لأنه يكون فحص دوري لازم المرأة تفحصوا في حالة اكتشاف أي تورم بسيط ممكن أنه يعني نعالج ونتجنب أنه تدهور الحالة ضيفتنا لهذا اليوم دكتورة سوكينا عبدالجبار التميمي طبيبة اختصاص طب مجتمع حبة تتقدم معلومات حول هذا الموضوع المهم فتتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية أنا الدكتورة سوكينا عبدالجبار التميمي طبيبة اختصاص طب مجتمع نشكر شكر الله نشكر قناة الموصلية الفضائية على هذا البرنامج التثقيف العلمي الطبي ونشكر الدكتور بشار الجادر على دعوته لي للمشاركة بهذا البرنامج موضوع الحلقة لهذا اليوم السرطان الثدي بالنسبة للسرطان الثدي موضوع ما يخوف أبد وأريد أطمنكم وهو موضوع ممكن أن نجات منه ما أقللكم الشفاء منه أن نجات منه يعني نعمل للوقاية والحمد لله بالنسبة لكلمة سرطان كلمة سرطان جاي من كلمة لاتينية هي لغة العلم اللغة اللاتينية السلطعون وهو عبارة يعني غشع المقطع العرضي ما للورم السرطاني يشبه الأرشل ما للحيوان برمائي اسمه السلطعون أو يسمونه الكابوريا أو القبقط وحيوان برمائي وشكله عنده يعني امتدادات لهذا السرطان من نفحصه يعني بالشكل العام يكون عبارة عن كتلة وبيها امتدادات للأنسجة اللي داير ما دايرها بالنسبة للسرطان سرطان الثدي سنويا سنويا يتوفى حوالي يعني بسنة الـ 2020 أقل لكم إحصائيات منظمة الصحة العالمية حتى يساعدكم اهتمام بالموضوع منظمة الصحة العالمية رصدت سنة الـ 2020 2 مليون و300 ألف إصابة بسرطان الثدي بسرطان الثدي من هل 2300 مليونين و300 رصدوا 685 ألف وفات بالنسبة للحالات المسجلة للخمس سنوات الأخيرة خمس سنوات الأخيرة 7 مليون و800 ألف يعني عشق الصاغ لنا المجموع صاغ لنا المجموع لمدة خمس سنوات ساعدنا عشرة ملايين امرأة مصابة بسرطان الثدي مصابة بسرطان الثدي هدف منظمة الصحة العالمية هو تقليل نسبة الإصابات الإصابات من هذا السرطان بنسبة 2.5% 2.5% يعني أشقد من هذا المجموع يطلع لنا 2.5% نطلع من هدولي نجاة من السرطان بواسطة البرامج التثقيفية والتوعية والاكتشاف المبكر والفحص هاي الطرق إن شاء الله أقل لكم عليها بالنسبة اللي اليوم أنا لابسي هاي إشارة الشطاق هي رقم ثمانية عبارة عن رقم ثمانية إشارة الشطاق مثل ما كنا بالمدرسة نفوح بيها هاي رقم ثمانية هاي فغ الشعار مضلل لا صدقون بيها هاي شعار مضلل كنحطونه قبل المنظمات على مودة جمع التبرعات والبرامج والهذي هاي شهو أكتوبر شهو أكتوبر يسمونه الشهر الوردي أكتوبر الوردي يعني يلبسوا ملابس وردي مثل الحجاب الأميرة اللي يبسنته أنا وردي وهاي الإشارة وردي هاي رقم ثمانية هو الشعار أشنو واحدة من كل ثلاثة من نساء يعني واحدة من كل ثماني ناث تصاب بالسرطان تصاب بالسرطان الثدي في مرحلة من المراحل الأمر واحد من ثمان نساء من الولادة إلى عمر خمسة وتسعين سنة هذا يعني فغ الشعار يخوف أنتم لا تخافوا منه لأنه هذا بالبداية كلش قليل يعني حوالي من سن الأربعين وما وقل سن الأربعين لحسن الأربعين تقريبا سبعين سبعين من واحد من كل سبعين امرأة واحد من كل سبعين امرأة احتمال تصاب بالسرطان وبالنسبة للوجيا لا تفوحون ما بس النساء يصيبهم سرطان الثدي اكو سرطان الثدي بالرجال واكو نسب وعندنا حالات الشخصة وتعالجت وفيات من سرطان الثدي بالرجال يعني ما بس النساء لهذا اللي أرجونه منكم تبعون الحلقة وتستفادون مننا وتبعون الحلقة وتستفادون مننا على الإرشادات والتعليمات اللي أقل لكم عليها بالنسبة للإرشادات أول شي بالنسبة للنصائح الفحص المبكر الفحص المبكر والاكتشاف المبكر والعلاج المبكر الفحص المبكر الفحص المبكر العلاج المبكر هاي كلش يعني تقريبا إذا مشينا على هذه نكتشف كثير من الحالات ونعالجها وإن شاء الله تكون نسبة النجاة مننا كبيرة كثير كبيرة كثير بقيتنا بعض النصائح كلتنا لازم نتبع ونمشي عليها هو الاكتشاف المبكر هو التغذية الجيدة التغذية الجيدة الابتعاد عن التدخين الابتعاد عن الملوثات معالجة أي حالة نشعة لازم نعالجها ونراجع على مودة حتى نكتشف الأمراض يعني بالعجل نكتشفها ونعالجها عندنا أول شي دع أحكي لكم عن بعض المعتقدات الخاطئة نحن بدل ما يقولون سرطان يقولون ذاك المرض عبالك فقد عار يعني ما يقولون ما يقولون باسمه يقولون ذاك المرض ستار صاب ذاك المرض هيب ذاك المرض أول شي ذاك المرض هو ابتلاع من رب العالمين والحمد لله والحمد لله نحن جميعا نحن جميعا الموجودين حاليا وأنا من ضمنه وأنت من ضمنه إما نكون مصابين أو ناجين مصابين أو أحد من جماعتنا مصاب أو ناجين من المرض يعني ماكو ثانيا ماكو ثالث لهم إما أن نكون ناجين من سرطان الثدي أو مصابين بسرطان الثدي لهذا علينا كلنا أن نهتم موضوع سرطان الثدي والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وما نخاف منه وما نخاف منه نواجهه هو عدو عدو مفترس عدو سيء عدو ظالم بس نحن لازم نواجهه بكل ما يتينا من قوة وقبل كل شيء التوكل على الله بالنسبة لأمر وزيادة الأمر وخمس سنوات بعد العلاج الطيب وخمس ناجين نحن بالنسبة لنا هاي الأمور ما تمشي عندنا نحن مآمنين بقضاء الله وقدره ونحن نعوى في الأعمار بيد الله الأعمار بيد الله يعني أنا مكتوب أمغي هالقد أموت هالقد هذا الطفل مكتوب له يموت بالولادة يموت بالولادة هاي كلتا الأعمار بيد الله الأعمار بيد الله بس أشنو نحن بالنسبة لنا نظرية العلاج للمريض هو الكواليتي أوف لايف يعني طريقة الحياة بدال ما يعيش مريض ويوحق العلاج على علاج السرطان وعالكيمياوي وعالعمليات وعالأخطر يكون يعيش أمغل الله كنت كتب لهوا أمغل الله كنت كتب لهوا يعيشوا بسلام وبصحة وبسعادة وبرضى وعبادة رب العالمين وإعمار الأرض اللي الله خلقنا لسببه هو إعمار الأرض وعبادة الله بالنسبة لنا عدنا بعض النصائح لنقدمها لكم النصائح اللي مهمة وأرجع أقولها بالنسبة للنصائح المهمة أرجع أقولها بالنسبة للفحص الذاتي الفحص الذاتي للثدي نحن بالمراكز الصحية وبالعيادة تنعلم كل إمرأة تجي خاصة اللي بعد الأربعين واللي عنده تاريخ عائلي مثلا إما أختها قريبتك إن صابت بالسرطان نحن نعلمها على الفحص الذاتي بالثدي وجميع الطبيبات بالمراكز الصحية يشرحون للنساء طريقة الفحص الذاتي بالثدي وهاي الطريقة تجريها المرأة الشهريا شهريا تجريها لاكتشاف أي أقدة أو أي شيء ما طبيعي حتى أنا أنصحكي أختي المشاهدة إذا حسيت بأي شيء أو شكيته واحد بالمليون أقلهم واحد بالمليون إذا شكيته بأكو شيء صدوكي راجعي فورا الطبيبة إما بالمركز الصحي أو بالعيادة الخاصة ولا تترددين بالنسبة لهاي الخطوة الأولى هو الفحص الذاتي للثدي الخطوة الثانية هي مراجعة الطبيبة للتأكد يعني فحص بالعيادة إما بالمركز الصحي أو بالعيادة بنا تشوفكي الطبيبة هي غيحة طمنكي يعني أنا مثلا قبل يومين ثلاثة جيت أم معها بنت صغيرة يعني تقريبا 16-17 سنين عندها فقد عقدي بالثدي كنت اكتشفتها عقدي بالثدي جيت ميتي الأم من الخوف قطولة لا تخافي ماكو شيء هذي سنة صغيرة وإن شاء الله ماكو شيء وأنا فحصتها تأكدتوا ماكو شيء بس بأي طريقة أقنعها قطولة واحد خذي لسونار راح اخذت لسونار وجابت لي النتيجة كتلة حميدة تليوف ماكو كشيء وبسيطة وهذه شائعة بالثدي وإن شاء الله فاصل وبعدها نرجع نكمل الموضوع أعزائي المشاهدين عدنا إليكم أتكلم الآن على بعض المعتقدات الخاطئة بعض المعتقدات الخاطئة حول سرطان الثدي المعتقد الأول أنه يعتقدون أنه كل كتلة موجودة بالثدي كل كتلة موجودة بالثدي عبارة عن سرطان عبارة عن سرطان يعني مثل ما قلت لكم من تكتشف المرأة أكو أقدي بالصدغة أو صابي السرطان بقى إما تخاف إما تواجهه بشجاعة وتغوحه تراجع أو تخبينه إذا خبته تكون المصيبة أكبر يتطور وينمو يكبر وينقل إلى أعضاء أخرى من الجسم يعني يصير عنده وعا الدمار وعا الكبد وعا الرئي وعا مناطق كثيرة وإذا من اكتشفت هاي العقدة وراجعت الطبيبة راجعت الطبيبة غيح تكون جانب الأمان جانب الأمان لأنه ثبت بأنه أكثر أكثر من 90% من العقد الموجودة بالثدي واللي تكتشف بواسطة الفحص الذاتي للثدي هي عبارة عن أورام حميدة أورام حميدة أورام حميدة أكثر من 90% عبارة عن أورام حميدة والباقي بين 5 إلى 10 احتمال تكون خبيثة هاي بالمراجعة وبالكشف بواسطة الطبيبة تكتشفها ويتؤدى لها على الطريق الصحيح للعلاج هذا المعتقد الخاطئ الأول أي عقدة موجودة بالثدي عبارة عن سرطان هذا معتقد الخاطئ الثاني حول سرطان الثدي هو وراثي هذا غلط الوراثة بين الخمسة إلى عشغة زي أقل من عشغة الوراثة يعني إذا كانت أمة أخت الأقرباء الدرجة الأولى نسميهم مصابين بسرطان الثدي هذولي احتمال يصيب بهم سرطان الثدي هذولي نعاملهم معاملة خاصة وعدنا فحوصات ومتابعة لهم خاصة حتى عندنا فحوصات مع الأنزيمات ومالهرمونات كل فحوصات هذي هذولي شكلهم بين خمسة إلى أقل من عشغة بالمية الوراثة كثير من النساء لا أمة ولا أختها ولا عندها أحد كننصاب بالسرطان ويتجي حال السرطان حال السرطان بثدي الوراثة تشمت جزء قليل بين الخمسة إلى عشغة بالمية كلش قليل نسبة الوراثة يعني ما كل وحدة أمك نصاب بها سرطان أو أختها ويحيصيب بها سرطان بس نطمنها لازم تعمل متابعة للثدي متابعة للفحص ما للثدي نقطة خاطئة أخرى هي بأنه يعني إذا شالوا سرطان الثدي استحالت استعادته يعني يرجع بنفس المكان لا هذا خاطئة يعني إذا وحدة صاب يا سرطان الثدي وتعالجت وشالت وإن شاء الله تغلبت علينا وتغلبت علينا لازم دائما تفحص وتراجع تفحص وتراجع لأن احتمال بنفس المنطقة يرجع هو حالات نادرة بس كنصاد وكنو شعنا حالات كثيرة بعد ما يستعصلون الثدي يرجع السرطان بنفس المكان عندنا الخطأ الثالث الخطأ الآخر من المعتقدات الخاطئة بالنسبة للشعور بالألم يعني إذا شعرت بالألم إذا شعرت بالألم هو هذا سرطان الثدي هذا كلش خاطئ بالعكس الشعور بالألم احتمالي يكون سبب التهاب غدد لبنية سبب احتقان الحليم سبب مثلا طخة على الثدي صار عنده نزف داخل الأنسي جمال الثدي كثير 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 أسباب أكل الألم ما للثدي هذا اعتقاد خاطئ الألم ما للثدي ما هو دليل على بأنه السرطان بس إذا شعرت بأي ألم بالثدي عليها أن تراجع تراجع وما تسكت عن الموضوع يعني تراجع وتعمل فحوصات حسب ما يدليها الطبيب أو الطبيبة المعالجة وينصحوها بالطريقة الصحيحة يعني مثل ما نقول لا تنام على المرس عدنا من الأخطاء الأخرى الأخطاء الأخرى بأنه إذا أخذت أشعة الماموغرام هاي إشعاع هي يعملها احتمال يعملها سرطان بالثدي ليش؟ لأن كنسمعة التعرض باللي إشعاع هو يعمل سرطان بالثدي الماموغرام كمية الأشعة أمالته كمية كلج ضئيلة وما تأثر ما تأثر على سرطان الثدي عدنا الأشياء يعني عدنا غير أشعاعات تأثر والابتعاد عن التعرض للإشعاع هاي أشياء أخرى أشياء أخرى مثلا الأشياء السينية مثلا ناخذ أشياء على الصدو أي كثير من الناس عندهم رابة قحة صاع عندها قحة صاع عندها ألم بالصدو أي شيء كان انطخط وحتو أخذتوا لي أشياء السينية أي كسرية يسميها هاي كمية الإشعاع كلش كبير والظل تكرره وكلما ما يصيبه شيء هاي بتكرار التعرض للإشعاع تكرار التعرض للإشعاع هذا هو الخطر هو هذا الخطر وأنا مع الأسف كثير أغشاء طباء حتى أطفال صغار يعني طفل قيقح أو عنده ضيق نفس يبعثوا أشياء للصدو ما لها داعي يعني أنصحكم أعزائي المشاهدين الابتعاد عن التشخيص بالأشياء يعني لا تأخذون أشياء من كيفكم بس يكون الطبيب يبعثكم على أشياء وناقشونه ناقشونه للطبيب من يبعثكم على أشياء مع الصدو قلوا ما بس أشياء الصدو أي أشياء أي تعرض للأشياء قلوا هل هذا ضروري يعني أشي يفرق عندك بالتشخيص يعني يفرق كثير لو بس مجرد تطمئن علي يعني احتمال يعني ما يطلب منك أشياء بالنسبة لأشياء هاي المقطعية الأشياء على السيتسكان هذا بينه أشياء كثير 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 قيأخدون إليه جاعة ظهر تأخذ السيتسكان وتعيد ووضة تأخذ راحت على هذا الطبيب أخذ له ما قلت له للطبيب مثلا أنا قبل شهر وشهر غير أخذتوا أشياء مقطعية وتأخذ أشياء مقطعية يعني هنا أشياء فيه يجي قسم من المريضات تجيني على العيادة عنده أربع خمس فايلات ما سيتسكان هاي إشعاع كل شي كثير يعني هذا ما ناخده إلا بالحالات الشديدة جدا هذا نسمينه التعرض للإشعاع سبب من أسباب ما بالسرطان الثدي أي سرطان بالجسم ممكن هذا نحطه سبب من الأسباب هذا التعرض للإشعاع إن هاي الحمد لله إن شاء الله هاي صارت واضحة الأخطاء والمعتقدات الخاطئة وأرجع وقل لكم سرطان الثدي ما يخور وممكن النجاة منه ممكن النجاة منه بعد التوكل على الله والاعتماد على الفحوصات والإلاجات وما ينصحنا بها الأطباء ذوي الإختصار فاصل إن شاء الله ونواصل معكم في تكملة الحلقة أعزائي المستشاهدين رجعنا إليكم في حلقة السرطان الثدي والآن هو كيفية الوقاية من السرطان الثدي هذا موضوع مهير وكلتنا لازم ننتبه علينا لأنه حتى نحافظ على نفسنا لا يصيبنا سرطان الثدي وإن كان هي الإصابة بالسرطان أنا بالنسبة لي قضاء قدرته من الله كتب علينا بالنسبة للوقاية من سرطان الثدي هو المحافظة على الوزن المثالي هاي نقطة كتلة مهمة المحافظة على الوزن المثالي ما بس بسرطان الثدي كافة الأمراض كافة الأمراض مفاصل مرض قلب ضغط سكري كل الأمراض كل الأمراض هي المحافظة على الوزن المثالي الوزن المثالي مهم جدا جدا وهذا هو نعتمد بهس حاليا نعتمد على مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتلة الجسم وهذا تقريبا كل الناس تعوف أشان نحصل علينا الوزن والطول نطلع نسبة بين الوزن إلى مربع الطول الوزن بالكيلورام إلى مربع الطول بالمتر يطلع لنا فرد نسبة هاي النسبة إذا كان بين التسعة عشر ونصف إلى أربع وعشر وتسعة عشر هذا سمينه طبيعي هذا وزن طبيعي ونحافظ علينا أشو نحافظ عن الوزن المثالي أنه نحافظ علينا باتباع الغذاء الصحي الجيد الغذاء الصحي الجيد هو الوزن المثالي وكذلك الوقاية من السرطان الغذاء الصحي الجيد يعني ما هو دنشتاي أحسن أكل وأغلى أكل وأفخر أكل لا الغذاء الصحي الجيد يعتمد على عناصر غذائية من المنطقة اللي نحنا موجودين بنا يعني ناخذ من الأشياء اللي يصغع فلاحنا ما ناخذ الأشياء المستوردة التي جينا بملايين مليارات الدولارات ناخذ الأشياء الموجودة الموجودة ببيئتنا ما ناخذ لأنه الله خلقنا من تراب هاي الأغذ ويح نرجع على تراب هاي الأغذ والأكل اللي ناكله لازم إنما بتراب هاي الأغذ هذا التراب وهذا النبات اللي ينمو بهاي الأغذ هو صالح الجسم هو صالح الجسم هو الله خلقه لنا يناسب صحتنا هو هذا اللي يرحى منا الأكل الموجود من الأكل الضروري جدا للوقاية من الصرطان أعد الكمور أولا وأهم شيء هي الأغذية اللي تحوى على مضادات الأكسدة لأن نحن بجسمنا عادة نتيجة الاحتراق يطلع بجسمنا نتيجة الاحتراق يطلع عندنا شوارد نسميها الشوارد هاي الشوارد عبارة عن الكترونات يعني لها قابلية على الالتصاق أو التفاعل مع الخلايا الجسم هاي من يكون عندنا مواد مضادة للأكسدة مواد مضادة للأكسدة تبتحت مع هاي المواد وتخلصنا منها من المواد المضادة للأكسدة أحسن المواد المضادة للأكسدة هاي الخضراوات نبدي الخضراوات الورقية أول شيء الخضراوات الورقية الخضراوات الورقية أشقد يكون لونها داكب هي مليحة وما شاء الله الخضراوات الورقية موجودة عندنا بالسوق وبأسعارها رخيصة ومفيدة بس شنو ناخذها الخضروات نحن الحمد لله تقريبا يعني ما يستعمل يعني الحمد لله والشكر هلا يام يقولون الكيميائي غالي يعني هذا اللي يستعملونه أشي يسمونه السماد السماد الكيميائي غالي الحمد لله ما قا يستعملونه بإنتاج مثلا السلق الكرافس البصل الأخضر الجرجير الجرجير موجودة صحاليا ويستعملونه كثير وأنصح باستعماله لأنبين ومواد كلش مفيدة هذا كلش مهمة تفيدم هذين بيها مواد الخضروات الورقية الخاس الخاس مهم اللهانة اللهانة كلش مهمة اللهانة أكل اللهانة بيها عناصر غذائية ومواد مركبات كيميائية كلش مهمة تقتل الخلايا السرطانية هاي مهمة جدا اللهانة عدنا نوعين من اللهانة لهانة البيضاء الخضاء عشي سموها البيضاء أنا سمبيها واللهانة البنفسجي هاي اللهانة البنفسجي كلش مهمة لأن بيها مضادات أكسدا تقريبا 13 مرة أكثر من اللهانة البيضاء هاي اللهانة عدنا بالنسبة بعد نجي على الخضروات عدنا من الخضروات المهمة جدا جدا لبروكلي لبروكلي كنا قبلي يجينا مستورة وغالي ومراتي يعني قبل أنا كنتم مرات اشتهينوا الكيلو ب5000 دينار هالسا يقولون حسب ما أنا عملوها لغشته يقولون كلية الزراعة أنتجوا بروكلي وتوفر بالسوق كثير كثير يعني عملوها كان موسم البروكلي كان الكيلو ب1000 دينار وهذا البروكلي بالنسبة له يعني ما ينكل بكميات كبيرة لأنه يعني طريقة عمله طريقة عمله طريقة عمله أكثر أكثر الناس ما يعرفون طريقة عمله طريقة عمله على البخار ما نحطοه في الدست البخار على البخار نجيب معون يعني دست نحط بينه ماء يغلي هذا الماء نقوم نجيب بروكلي نقص قصوه وصل وصل نقص قصوه ونحطو بطعسي بمعونهæصغي وبطن هذا الدست البينهما يغلي ونرجع نغطيه نرجع نغطي الدست البينهما يغلي هذا البخار ولي يستاعد من يغلي يسويناه يستاعد من الماء المغلي بالدست الكبير ومحطوط الماعون الصغير والماء محطوط الماعون كبير وغطينا الماعون الكبير وماعون الكبير الماء يبينه قير لي هذا يستوي بهالطريقة وكذلك الجزر الجزر كثير من الناس صعب عليهم بالأخص إذا أسنانم ممكن وحتى أكو بحوت الساعة حاليا يقول الجزر لازم يؤكل مطبوخ ليش؟ لعنى إذا أكنانه مطبوخ كثير عناصر عناصر مهمة جدا جدا بالجزر تنطلق المراكبات كيميائية تنطلق وهي تفيدنا كثير بحالات كثيرة تفيدنا هاي المواد يعني طبخ البخار ما نحطه بدست البخار نجيب دست كبير تحط بينه ما يغلي ونحطه بدست صغير أو بماعون لما ما يغلي نحنا يقوم مثل ما نقول يستوي شوية هذي مليح عندنا الجزر نوعين جزر نوعين هام من لون الأصفر الأصفر واللون الأشي اسمه البنفسجي هذا اللون البنفسجي حسب ما اسمعته يقولوا ما يطلع اللب تربتنا يعني من يجي هذا الجزر المستورد هذا الجزر المستورد هاش قد كويس ولماع ونظيف وما بينه شيء من النغشعة الجزر المحل اللي مالتنا مال إنتاج الفلاح كله الجذور بينه ما كنظفه والطعب بينه ويعني ما يشيء بس عليك شراع هذا الجزر حتى لو كان شكله ما حلو وصخ وسعره غالي هذا خذونه ليش لأنهم بدان ما تشتغون ده واشتغونه هذا هذا الجزر البنفسجي هذا هو حسب ما اسمع وحسب ما اعطب هو يطلع بتربتنا يعني ما كنوشعته جزر بنفسجي مستورد هذا مفيد جدا ونستفاد منه بعد عندنا من الأشياء يعني كل الخضراء والطماطا طماطا كلش مهمة كلش مفيدة ومهمة باش مع الأسف نرجع نقول كل المواد أكثر المواد يعني طماطا هالسع كل يشتغي كيمياوي يعني حتى مرات من نشعل الفلاحين من يشتكون بالتلفزيون يقولون والله الكيمياوي هل قد كلفنا الكيمياوي غالي باكوا دعم للكيمياوي يا ريت لو انا وزير الزراعة ما استورد كيمياوي هخليهم يجمعون السماد العضوي مثل قبل السماد العضوي يعني روث الحيوانات يجمعونه اول التالف ما للنباتات وماشاء الله المهندسين الزراعيين وخريجين كلية الزراعة خلي يشتغلون ويعملون سماد عضوي ووزعونه على الفلاحين هي بيعونوا للفلاحين وهاي نقطة كلش مهمة يعني يا رب يكون إن شاء الله وزارة الزراعة تستمع حكية وما يستوردون كيمياوي لا يستوردون كيمياوي وإذا استوردوا خلي بيعونوا ما بهالقاط بهالسار بعشقود حتى لحد يستعملوا لأن الكيمياوي كل الأمراض لصيبنا هي نتيجة الكيمياوي نتيجة الكيمياوي لأن هنا كنا قبل نقولوا للشخص كل الفاكهة بدون تقشر كل الفاكهة بدون تقشر هالسا عشق للمواطن جيبوا الفاكهة ووصلوا راس الجيد ووصلوا إيديكم بعد ما توصلوا ووصلوا إيديك جيد وقوموا قشغوا الفاكهة ليش؟ ليش تقشغون الفاكهة؟ بقى انت بتقولون القشغ ما الفاكهة مفيد ليش القشغ الفاكهة لانه التفاح اساكو برتقال بالسوق البرتقال موجود بالسوق او التفاح هو هذي يحطولها مواد يضغبوها بمواد كيميائوية عصة احمالتها هاي اذا اخذناها غيح انصاب بالسرطان غيح انصاب بالسرطان لهذا علينا نوصلها ونوصل ايدينا وقشغونا كلها يعني هذا الشيخ خاطئ اخصرنا كثير من العناصر الغذائية الموجودة بقشرة الفاكهة قشغناها ليش لانه نخاف من الكيميائوي الغيح ناكله يسببنا السرطان عندنا بعض من الاشياء المهمة جدا جدا هي الحبوب لانه هاي اكلتنا الرئيسية يعني ما ناكل بس فواكه وخضروات وما ناكل حبوب الحبوب تعتبر الوجبة الرئيسية حبوب الوجبة الرئيسية وتشمل تقريبا بين الخمسين الى الستين بالمئة من اكلنا الحبوب عبارة عن الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة العدس والحمص والباقلي والحنطة الحنطة الحمد لله يعني اساته كثير من الافران الافران قد تعمل لهذا الخبز الاسمر والصمون الاسمر هاي ان شاء الله خطوة خطوة جيدة هاي خطوة جيدة اللي عند الطحين المقصور هذا الصفر الابيض هذا مضر مضر وانصحكم بالابتعاد وعدنا بقانون التغذية السموم الثلاثة هي السكر الابيض هذا مضر الطحين والملح الملح تابعة كل الناس تعمل الملح يعمل ضغط بالدم يعمل ضغط بالدم وهذا ما بس ضغط اللي عنده هبوط بالضغط ايش يقله يقله كل اماليكي شنين وحطي له ملح هذا الملح اللي حطته غيح بس يدوري تعب الكلية غيح الجسم كله يفرزه يعني ماذا الى هذه نقطة خاطئة اريد انوه عليها عندنا من النصائع الاخرى اللي انوه عليها هي اواني الطبخ اواني الطبخ مهمة جدا جدا انشاء الله ها السعر بطل الفاف رون الكنا نستعمل والالامينيوم ها السعر بطل قند نستعمل من الاواني الجيدة هي الاستيل 울ش استيل الاواني الجيدة للطبخ هي الاستيل울 استيل بعض الاواني اقوي الساع الموجودة بالسوق لا مريد اعدد كمية اي خدش بأواني الطبخ الموجود عزيزتي المشاهدة اي اواني اي خدش موجود بأواني الطبك سواء كان ديست او طاوة او شيليهم زيتهم لا تستحي فيهم اليان صحتكي كثير صحتك وصحت عائلتك كثير أغلى من هذا المعوند الزتين هاي وحدي ثاني شي بالنسبة للماي الماي الماي مهم جدا جدا نحن ما شاء الله هسا يجود نشرب ماي تجي من القرية نحن نشرب ماي معقم ماي معقم شنو الماي المعقم هذا ماي طالة هذا البلاستيك أول شي البلاستيك البلاستيك بكل الغذاء بكل الغذاء البلاستيك هو مادة سامة مصرطنة البلاستيك بكل الغذاء مادة سامة مصرطنة وهذا بطل الماي بطل الماي اللي يصلكم هو كنتعرض الأشعة الشمسية ينقلونه طريقة النقل مالته لازم يكون ينقل بسيارات مبردة مثل ما ينقلونه الموطة طريقة نقل الماي اللي يصلكم لازم يكون مثل ما ينقلونه الموطة وصلوا من المعمل للدكان بسيارة بسيارة مكشوفة تحت أشيحة الشمس تعوفون أشقداتي حرارت وبعدين أبو الدكان يحطه بباب الدكان تجون تشتغونه من جو الشمس بعدين تخلونه بالبيت هذا كنتعرض كنتعرض هذا النايلون مال البلاستيك مال بطل الماء كنتعرض وتحول إلى مادة مصرطنة أشياء الماء مالتنا نشغبه لازم نشغبه ناخد ماء من الحنفين نحطه بالفلتر بالفلتر هذا كلش ماله وعدنا التراث مالتنا الحب والشغبي هذا مفيد جدا جدا للحب والشغبي ويا ريت ترجعون على الحب والشغبي وتشغبون على أقل ماء الشغب يعمل الوقاية من الأمراض نسمينه ماء حيوي ماء حيوي تستعملونه مهم جدا والحب والشغبي موجودة كل المشاتل موجود ثاني عدنا نقطة كلش مهمة هي الراحة الراحة النفسية الراحة النفسية من نتعب لازم نرتاح نحن ألا بذكر الله تطمئن القلوب نقعد شوية نقرأ قرآن نصلي كامرة نستوفر نسبح هاي مهمة هاي الصراحة النفسية تبعث لنا الراحة النفسية أدنى نقطة المكملات الغذائية المكملات الغذائية الناس عندهم واحد يأخذون فيتامينات يأخذون فيتامينات ونضرب الابر هاي الابر السويسرية ومع فاشني هاي الفيتامينات كلتا كلتا خطأ ما عدا حالات حالات تدعاد على عدد لصابة الحالة الأولى الطبيب يوصف الكمية الطبيب يوصف الكمية بوصفة طبية يعني ما بواسطة الملحة ما لتكملو تكتب لي فيتامينات لا الطبيب يوصف الكمية بوصفة طبية يكون هذا السبب يكون عدد كب نقص بالانصر يعني عملت فحص عدد كب نقص بالانصر ثاني شيء مثلا تغذيت كمهة جيدة او العمر كبير العمر كبير او احتياجات احتياجات زيدي مثلا اذا كانت ام مرضع او حامل اكتب له فيتامينات ليش لان جسمها زيادة عندها زيادة زيادة بالحاجة هاي المكملات الغذائية نسميها ويعني ما المفروض المكملات الغذائية ما تنخدم بدالت شرس عدنا نقطة كلش جتب بالي كلش مهمة واغيد اأكد عليها الدهون استعمال الدهون بالاكل هي الدهون الدهون اكو نوعين من الدهون 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 المشبعة والدهون الغير مشبعة الاصطناعية وزيت الزيتون هاي ما علينا منها عدنا متهم متهم بريء متهم بريء وغيد ابرؤه هو البيض البيض يقولون البيض يزيد الكوليستيرول انت عندك مرض قلب عندك زيادة بالكوليستيرول هذا غلط هذا المتهم ابرؤه بالنسبة ليهمني هس عم موضوعي سرطان الثدي البيض صفار البيض يحتوي على مادة الكولين مادة الكولين هي مضادة او معالجة لسرطان الثدي لهذا انصح باستناول البيض وماكو خطر من تناول لحد السبع بيضات اثمين بيضات بالاسبوع بس النصيحة اللي انصحكم بعمل البيض طبخ البيض طبخ كامل يعني مسلوقة كامل لا عين هذي او عن نص هذي لا طبخ البيض طبخ كامل ليش ما نبر شي نبر احتمال الدجاجة الباظت احتمال كنت تغذت لها مثل ما تعوفون بالاخص البيض المحلي الدجاج يتغذى على بعض القاذورات احتمال بها السالمونيلا وهي تعمل انت تسومم الغذائي وشكرا جزيلا وانا الدكتورة سكينة عبدالجبار ان شاء الله كفيته ووفيته واطلب من الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة وشكرا جزيلا دكتورة سكينة عبدالجبار التميمي طبيب اختصاص شكرا جزيلا لدكتورتنا العزيزة دكتورة سكينة عبدالجبار التميمي طبيب اختصاص طب مجتمع طبعا موضوع سرطان الثدي موضوع مهم جدا انا اتذكر كنت اداوم في مستشفى الاورام احدى المريضات دخلت عدنا يعني والله واحد ما عرف اشي يحكي كان عنده كتلة بالثدي واهملتها اهملتها ما تابعت ما راجعت الى ان كبرت طبعا هو تبدأ يعني كتلة اورم حميد يكون ولكن ممكن انه يتحول الى خبيث احنا اذا من البداية تم معالجة المرض وتم اكتشاف المرض في بداياته العلاج يكون اسهل وانفع يعني احنا ليش ننتظر انه الى ان المرض يستفحل عد مرضانا يلا نعالجه احنا نشوف كثير من النساء او عدد غير قليل ما اقول كثير انه يكتشفون كتلة او تورم موجود في الثدي ولكن ما يراجعون او ياخذوها انه شغلة عادية احنا اشقد نكتشفها هي وصغيرة التورم ونحاول نزيله او نعالجه بهالحالة احنا نقطع الطريق امام تدهور هذا المرض لانه احنا اذا تركناه ممكن انه يتحول مرحلة اولى ثانية درجة اولى ثانية ثالثة رابعة ودرجات اخرى فاحنا اشقد من البداية نكتشف المرض ونعالج المرض احنا نتجنب المضاعفات فمثل ما ذكرتكم بالمستشفى الى ان صار تحول المرض الى كان مرض حميد تحول الى مرض خبيث ودرجة اولى وثانية وثالثة وانتشر الى الجسم انتشر للغدد اللفاوية وانتشر للصدر والمريضة تعبت في حين انه هي عندما سأناقات انا صالي سنتين عندي هو هذا المرض موجود وانا ما حكيت بانه لا احد يحكي او من الخرافات الاخرى اللي عند الناس والتقاليد الاجتماعية الخاطئة انه المرأة مثلا عندها تورن بالثدي هي الطبيب او طبيبة تنصحها برفع الثدي تجنبا للمضاعفات لا والظل يتعند والظل 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 الى ان المرض يستفحل هالمرة مكان ما يعني ازال الثدي راح يصير ازال الثدي ومعها غدد لنفاوية وممكن ينتشر للثدي العفو للصدر ولأماكن اخرى من الجسم فنحن اشقد من البداية نكتشف المرض اشقد افضل العادات والتقاليد الخاطئة والخزعبلات اللي ينطوكم هي يا جماعة اللي ما يقول عليها ما يخافون الله يخافون النسوان خطي يعني غشمة واكو ناس يعني اشوة تقول تتعلق بقشاي يخافون على فلان شخص وفلان شخص وينطهم هذه المادة وهذا العشوب وهذا المعف اشني وهذا تعالجي منه وكله غلط في غلط بالعكس هذا يعني يخلي الامور تدهور بعد اكثر وتسوء بعد اكثر خلي نتعلم الشي الصحيح ونحافظ على صحة بناتنا واخواتنا وامهاتنا من انه تدهور وتصير اسوأ موضوع مهم جدا شكرا مرة اخرى دكتورة سكينة عبدالجبار التميمي طبيب اختصاص طب مجتمع شكرا لادارة قناة المصلية الفضائية على التعاون معنا في تقديم هذا البرنامج شكرا للكادر المصور اللي يتعب معنا لا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدينا وللجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة